اشتركوا في القناة وقام الميليشيات في العراق تعدد واخترقت كل القوانين والمواثيق والأعراف الإنسانية كما لا يخفى على الجميع الدور الدولي والأقليمي والإيراني تحديدا في دعم هذه الميليشيات وأولى خطوات الدور الإيراني في العراق بعد سنة 2003 بدأت سياسيا من خلال دعمها للحكومات التي فرضها الاحتلال على المشهد السياسي العراقي مما مهد لدعم الفصائل المسلحة التي كانت تدعي المقاومة آنذاك كما أن الميليشيات في العراق تعمل كأداة منفذة للمشروع الإيراني في العراق وتنامى هذا الدور بفرض سطوتها بالسلاح وزرع الإنفلات الأمني من خلال القتل والاختطاف والتغييب القصري والتغيير الديمغرافي مع تجاهل المجتمع الدولي والدعم الأقليمي المباشر وغير المباشر لهذه الميليشيات عبر بوابة الحكومة العراقية يتفضل الأستاذ حاتم الفلاحي الباحث في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية لتقديم ورقته ومحاضرته حول هذا الموضوع بشكل مفصل بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة ميليشيات الحجد الشعبي أو الميليشيات المسلحة في العراق لها تاريخ من الإجرام وتاريخ من العمالة امتد لسنوات طويلة وهذه الميليشيات ينقسم تاريخها إلى مراحل متعددة المرحلة الأولى هي المرحلة التي سبقت احتلال العراق حيث شاركت هذه الميليشيات في الحرب العراقية الإيرانية مع إيران ضد القوات العراقية في تلك الحرب وهناك الكثير من الفيديوات والصور التي توثق مشاركة الكثير من القادة الآن الذين يقودون هذه الميليشيات في العراق مع الجيش الإيراني ضد القوات العراقية آنذاك ثم امتد هذا التاريخ إلى عام 2003 لتشارك هذه الميليشيات في عملية احتلال العراق التي أطلقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية تحرير العراق في تلك الفترة وبالتالي قدمت الكثير من الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية وشاركت في عملية الدلال على أهداف المهمة في الدولة العراقية وخاصة القوات العسكرية في المحافظات التي كانت تنتشر في المحافظات العراقية إلى أن تم احتلال العراق في يوم تسعة أربعة عام 2003 بداية أود أن أشير بشكل عام إلى أن النظام السياسي في العراق الذي قام بعد عام 2003 قام على التمثيل النسبي وهذا التمثيل النسبي للطوائف شجع الطائفية والانقسامات المذهبية والعرقية بشكل كبير والهدف منه هو تكليس الطائفية بما يتلاءم مع مشروع الاحتلال وبما يتلاءم مع الدستور الذي كتبه الاحتلال في تلك الفترة مما دفع الجميع المكونات إلى التخندق الطائفي في العراق خصوصا بعد أن اعتبر العراق في النظام الانتخابي بأنه دائرة انتخابية واحدة وهذا ما يكرس الطائفية بشكل كبير جدا أصبحت مسألة الطائفية أصبح نهج وسياق تنتهجه الأحزاب السياسية في العراق والميليشيات تحت مسميات وعناوين مختلفة الأمر الذي أدى إلى اختراق الأجهزة الأمنية عند تشكيلها إضافة إلى أنه قوض مؤسسات الدولة العراقية بشكل كبير جدا وحولها إلى مؤسسات إقطاعية وطائفية تعود للحزب وتعود إلى الطائفة وبذلك أصبح التصارع ما بين هذه المكونات على الصراع والنفوذ طوال الفترة الماضية مما أدى إلى فشل الحكومات التي قامت بعد عام 2003 إلى يومنا هذا سأعرج على مسألة القرارات التي أصدرها بول برايمر بول برايمر أصدر القرار رقم اثنين هذا القرار هو الذي هدم أركان الدولة العراقية التي كانت قائمة من خلال حل الأجهزة الأمنية جميع الأجهزة الأمنية في العراق إضافة إلى أنه قام بحل وزارة الإعلام باعتبارها أنها أيضا كانت تشارك في مسألة استدامة وبقاء الدولة العراقية في الفترة السابقة وبهذا أعطى فرصة سانحة لهذه الميليشيات أن تقدم نفسها إلى الواجهة السياسية علما بأن هذه الميليشيات لديها أجندة خارجية وأجندة أقليمية تقوم بتنفيذها في العراق وهذا ما ساهم بغزو العراق بشكل كبير جدا وأردف هذا القرار بحل الأجهزة الأمنية بقرار آخر وهو القرار رقم 91 في عام 2004 والذي فصل فيه مسألة الميليشيات التي تدمد في القوات الحكومية الجديدة كنوات لأجيش العراقي والأجهزة الأمنية وحدد هذه القوات بما يلبي فقرتين الفقرة الأولى شمل فيها مسألة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني القائمة الثانية نص القرار الذي صدر من بول برايمر تمثل بالميليشيات التابعة للأحزاب إلى أحكام هذا الأمر ومنها منظمة بدر منظمة حزب الدعوة الحزب الشيوع العراقي حزب الله العراقي وحزب الإسلام العراقي والوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي هذا القرار الذي صدر من قبل الحاكم المدني بول برايمر حول هذه الميليشيات الطائفية إلى قوات رسمية بلباس رسمي وغطاء قانوني ضمن مؤسسات الدولة العراقية هذا الأمر أثر بشكل كبير جدا على قيام الأجهزة الأمنية في الفترة التي تلت مسألة التشكيل في العراق لأن دمج هذه الميليشيات كان يجب أن ينهي هذه الميليشيات في العراق بشكل كامل على اعتبار أنها دمجت ضمن هذا القرار وأصبحت جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية ولكن الأمر لم يستمر طويلا فبمجرد أن تمت تفجير المرقدين في سمراء ظهرت هذه الميليشيات بلباس ووجه آخر وبذلك أصبحت هذه الميليشيات تهيبن على الأجهزة الأمنية وتسيطر عليها بشكل شبه كامل إضافة إلى ذلك بأنها ظهرت بلباس جديد وأخذت تتنقل بغطاء وتواطع حكومي واضح في مسألة الجرائم التي ارتكبت في عام الفترة نستة بعد تفجير المرقدين في سمراء وهناك سؤال يطرح كيف ظهرت هذه الميليشيات علما بأنها دمجت في الأجهزة الأمنية ولماذا صمتت عنها الحكومات المتعاقبة ولماذا صمتت عنها حكومات الاحتلال في تلك الفترة في فترة حكومة الجعفري أصبحت وزارة الداخلية العراقية أصبحت عبارة عن كانتونات تابعة للأحزاب والميليشيات الطائفية المتنفذة حيث انتشرت في هذه الفترة من فترة الجعفري انتشرت الميليشيات الإجرامية بشكل كبير جدا واخترقت الأجهزة الأمنية وأصبحت تعوث في الأرض فسادا لأنه أغلب المنتسبين إلى وزارة الداخلية أصبحوا من منتسبين هذه الميليشيات وظهرت فضيحة السجون التي كانت تديرها وزارة الداخلية في تلك الفترة وخصوصا في فترة بيان جبر صالوغ الذي كان وزيرا للداخلية وتم اكتشاف العديد من السجون السرية في تلك الفترة لهذه الميليشيات منها سجن الجادرية ومنها سجن مطار المثنى في تلك الفترة إضافة إلى أنه وثقت قناة الجزيرة في تلك الفترة في 13 كانون الأول عام 2005 على موقعها الرسمي تقريرا يبين انتهاكات خطيرة تعرضها المعتقلون في تلك الفترة في وزارة الداخلية كما حصلت على شريط آخر يظهر آثار التعذيب الشديد الذي تعرضوا له السجناء السنة في تلك الفترة على يد هذه الميليشيات التي تنتمي إلى وزارة الداخلية وبنفس الوقت نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين بأن هناك معتقلات تابعة لوزارة الداخلية تدار فيها عمليات تعذيب ممنهج للمعتقلين السنة علما بأنه قضوا سنوات عديدة في هذه السجون ولم يعرضوا على أي من المحاكم أو على أي لجنة من لجان التحقيق وبهذا وفرت حكومة الجعفري في تلك الفترة الغطاء الرسمي الكامل لهذه الميليشيات أن تعمل بغطاء رسمي وأن تقوم باعتقال ما تشاء من الناس تحت ذريعة الإرهاب وبذراع أخرى وبنفس الوقت الاحتلال في تلك الفترة كان يعاني من تصاعد عمليات المقاومة العراقية الأمر الذي أجبر الاحتلال على السكوت عن جميع هذه الجراعم التي قامت بها هذه الميليشيات وهذه الأجهزة لأنها كانت تخفف الضغط على المحتل في تلك الفترة وبتالي ذلك كان هناك التواطع واضح ما بين الاحتلال الأمريكي البريطاني وما بين الحكومات التي شكلها هذا الاحتلال في تلك الفترة وخصوصا حكومة الجعفري مع هذه الميليشيات التي كانت تعمل بهذا الغطاء الرسمي والقانوني من قبل قوات الاحتلال ومن قبل الحكومة في تلك الفترة بتاريخ 22-6 عام 2006 حدث تفجير المرقدين في سامراء 22-2 22-شباط نعم 22-شباط 2006 لتبدأ مرحلة دموية جديدة من الطائفية بعد أن ظهرت الميليشيات بلباس رسمي من خلال عمليات الدمج في الأجهزة الأمنية والتي وقفت تتفرج على الجرائم التي ارتكبت وخاصة في الأحياء المشتركة في مدينة بغداد حيث ظهرت الميليشيات في مناطق متعددة من الشعلة ومن مدينة الصدر ومن الشوادر ومن مناطق أخرى ومن بغداد الجديدة وفي مناطق كثيرة وبدأت هذه الميليشيات تقتل على الهوية وتداهم وتحرق المساجد بحيث تعرض في تلك الفترة ما يقارب 116 مسجد إلى الحرق الكامل إضافة إلى عمليات التهجير وعمليات التغيير الديمغرافي التي جرت على مرأة ومسمع من القوات الحكومية التي قسم منها تواضع وقسم منها شاركة في هذه العمليات في تلك الفترة وبهذا أصبحت هذه الميليشيات تعمل بكل أريحية في تلك الفترة ولم يقم الجعفري بأي خطوة لوقف هذه الجرائم مثلا من أبسط الأشياء هو حضر التجوال الذي كان يمكن أن يفرض لم من قبل قوات الاحتلال ومن قبل أيضا من قبل الحكومة ولكن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذه العمليات التي استمرت لفترة طويلة وصدرت الكثير من التصريحات من القادة السياسيين الذين قالوا بأن هذه القضية هي ردة فعل طبيعية ولم يقوموا بإيقاف هذه الجرائم ومنهم عبد العزيز الحكيم منهم همام حمودي منهم أيات جمال الدين الكثير من التصريحات التي صدرت ومن مرجعيات متعددة يعني أيات جمال الدين يحسب نفسه على العلمانيين همام حمودي يعتبر نفسه من التيار المعتدل وعبد العزيز الحكيم يعتبر ريدكاليا رجل يعني معروف هذا الرجل بتوجهه وتشدده الجميع صدرت من عدهم هذه التصريحات ولم يصدر تصريح واحد من قبل أي مرجعية في تلك الفترة لا دينية ولا سياسية تعبر عن استياءها من المجريات الأحداث التي جرت في عام 2006 وهي بمثابة المباركة لعمل الميليشيات في تلك الفترة من عمليات القتل الممنهج التي قامت بها في تلك الفترة هكذا استمرت الميليشيات في مسألة تدمير النسيج الاجتماعي في العراق وفي عملية التهجير وفي عملية التغيير الديمغرافي واستمرت شلالات الدم في تلك الفترة بغزارة في بغداد وصلاح الدين وفي المناطق المشتركة في ديالة وطالت هذه الاختيالات الكثير من العلماء وكثير من الضباط والطيارين والأساتذة والشيوخ وتزايدت الهجرة في تلك الفترة نتيجة هذه الأعمال في هذه الفترة بحيث الكثير من المناطق التي كان يقطنها السنة وخاصة لحياء المشتركة يعني أجبروا على الرحيل من منازلهم خوفا على أرواحهم في تلك الفترة انتشرت أيضا في تلك الفترة ظاهرة الجثث المجهولة التي كانت تلقى في أحياء بغداد وفي مناطق كثيرة من العراق يتم الاعتقال من قبل القوات سواء كانت أمنية في تلك الفترة أو من قبل الميليشيات ثم بعد ذلك تلقى في المزابل وتلقى في مناطق كثيرة من بغداد وحدثت عمليات حرق لكثير من الجثث وسحل في الشوارع وما إلى ذلك من أعمال قامت بها هذه الميليشيات باسم ردة الفعل التي كانت على تفجير المرقدين علما بأنه الجنرال كيسي قائد القوات الأمريكية في تلك الفترة اعترف في عام 2013 في باريس في أحد مؤتمرات المعارضة الإيرانية بأنه القوات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني هو كما كان يقف وراء تفجير المرقدين في سامران المرحلة الأخرى هي مرحلة المالكي المالكي حكم العراق لفترتين انتخابية الفترة الأولى والفترة الثانية شهدت فترة المالكي الكثير من الأحداث الأمنية والسياسية ففترة المالكي الأولى والثانية شهدت هذه الفترة تفرد حكومة المالكي بالمؤسسات الأمنية التي تشكلت من الميليشيات وأصبحت هذه الميليشيات تنفذ رغبات المرجعيات الدينية والسياسية بغض النظر عن الولاء للبلد أو بأنها قوات تابعة إلى حكومة المالكي لأن المالكي استحوذ في تلك الفترة على ناصب متعددة فقد أصبح هو رئيس الوزراء وبنفس الوقت هو وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الأمن القومي ومدير المخاورات العراقية والأمن الوطني استحوذ على الكثير من المناصب الحكومية في تلك الفترة الأمر الذي سهل له عملية الإدارة في تلك الفترة والسيطرة بسطوة قوية جدا على مؤسسات الدولة الحكومية يضاف إلى ذلك بأنه قادة حمل من الاستهداف الممنهج للقادة الذين ستصدروا المشهد السني في تلك الفترة على أنه قادة للمكون السني وتم استهداف مثلا طارق الهاشمي تم استهداف عبد الناصر الجنابي تم استهداف عمر محمد الديني تم استهداف الكثير رافع العساوي الكثير من الشخصيات السنية أيضا تم استهدافها في تلك الفترة في مرحلة المالكي يضاف إلى ذلك أنه في عام 2011 خرجت مدينة البصرة احتجاجا على انقطاع الكهرباء في مدينة البصرة وبسبب موجة الجو الحار التي كانت في فصل الصيف وتم قمع هذه المظاهرات باستخدام القوة المفرطة يضاف إلى ذلك بأنه نتيجة الصراع على السلطة والنفوذ كان هناك إشكال مع الصدر فأطلق أيضا عملية عسكرية باتجاه الصدر في تلك الفترة شاركت فيها الميليشيات التي تتبع إلى المالكي مع القوات الحكومية لمواجهة قوات الصدر في البصرة في عام 2011 تقريبا 2012 بدأت المناطق السنية تتململ بشكل كبير جدا نتيجة إجراءات المخبر السري الذي استخدمه المالكي للإيقاع بالكثير من القيادات السنية بحيث يتم الاعتقال ثم يحول إلى الجنة التحقيقية تقوم هذه اللجنة التحقيقية بانتزاع الاعترافات بالقوة من هؤلاء ثم يحاولون إلى المحاكم وتصدر بهم حكومة عقوبة الإعدام وما إلى ذلك من أمور بحيث وصلت الأمر إلى أمر مخيف في مناطق السنة بأنه لا أحد يستطيع أن يتكلم عن هذه المجازع التي ترتكب باسم القانون يعني عندما كان هناك مؤتمر قمة مغداد في العراق تم اعتقال ما يقارب خمسة آلاف شخص من المناطق السنية الكثير منهم إلى يومنا هذا لا يعرف مصيرهم في العراق وأنت كنت معتقل من الشهود الحاضرين في هذا المجلس أحد الأشخاص الذي تم اعتقاله في تلك الفترة الكثير من الشخصيات غيبوا بعد مؤتمر القمة في العراق يضاف إلى ذلك عندما سئل بأنه ما هو سبب الاعتقال قالوا إجراءات احترازية سيتم إطلاق صراح هؤلاء بعد أن تنتهي إجراءات القمة العربية في بغداد ولكنه لم يطلق صراح إلا العدد القليل من هؤلاء الأشخاص فخرجت المحافظات السنية في حراك سلمي استمر هذا الحراك السلمي لمدة سنة ونيف تقريبا رفع شعارات المطالبة بالحقوق ومنها إلغاء المادة أربع إرهاب التي تسمى في العراق أربع سنة لأنها لا تنفذ إلا على المناطق السنية فقط إضافة إلى ذلك طالبوا بإعادة المحاكمات للمعتقلين الذين تم اعتقالهم إيقاف مسألة المخبر السري إيقاف مسألة الاستهداف السياسي والطائفي للقوات الحكومية إيجاد توازن في مسألة القوات الحكومية التي أصبحت تمثل طيف بعينه بغض النظر عن الدستور الذي صدر في تلك الفترة واستمرت هذه المظاهرات لفترة طويلة جدا وكانت مظاهرات سلمية وكانت هناك إلقاء لبعض الخطف في يوم الجمعة ولكن الحكومة تعاملت معها بالقوة المفرطة هذه القوة المفرطة أدت إلى ارتكاب الكثير من المجازر في تلك الفترة ومن هذه المجازر مثلا في ديالة تم مثلا التفجيرات التي حصلت في جامع مصعب بن عوير في جامع سارية يضاف إلى ذلك بأنه مجزرة الحويجة التي ارتكبت في مدينة كاركوك والذي راح ضحيتها ما يقارب أكثر من مئتين وخمسين شخص يضاف إلى ذلك الاعتقالات العشوائية التي طالت الكثير من هذه المناطق يضاف إلى هذا أيضا المجزرة التي ارتكبت في الفلوجة ثم في الرمادي أيضا مما أجبر الكثير من الأهالي بالخروج للدفاع عن أنفسهم لأنه أصبحت القوات الحكومية وهذه الميليشيات تستخدم السلاح للكثير من الأمور التي رسم المخطط من أجلها أولا بأنه يجب بعد الحراك السني الذي خرج المطالبة الذي بدأ يضغط بشكل كبير جدا على الحكومة ويضغط على قوات الاحتلال الموجودة ويضغط على المنظمات الأممية الموجودة أيضا بأنه يجب أن تكون هناك استجابة لهذه المطالب التي رفعت من قبل المكون السني ليس من قبل محافظة واحدة ولا منطقة واحدة وبالتالي كان يجب وضع حد لهذه المظاهرات من قبل حكومة المالكي من خلال استهدافها باستخدام القوة ونعتها بالإرهاب وما إلى ذلك من أمور هذا الأمر ترتب عليه الكثير من التفاصيل في عام 2014 حكومة المالكي قامت بالعديد من الإجراءات في تلك الفترة من ضمنها مسألة هروب السجناء من سجن أبو غريب ومن سجن التاجي هروب قيادات كبيرة جدا من تنظيم الدولة في منطقة تحكم القوات الأمنية سطوتها على هذه المنطقة بشكل كامل يضاف إلى ذلك بأنه هناك الكثير من التصريحات التي صدرت بما فيها التصريح الذي صدر من وزير العدل العراقي الذي اتهم جهاز سياسية بعينها بأنها هي من ساعدت على هروب هذا العدد الكبير من تنظيم الدولة في تلك الفترة وهذا له ربط في مسألة سقوط المناطق السنية بعد عام 2014 بعد حزيران عام 2014 استمرت القضية مع المالكي في الفترة الثانية ظهرت الميليشيات تستعرض في بغداد بكل أريحية مثلا ميليشيا العصائب استعرضت في عام 2013 في مناطق من بغداد استعرضت ميليشيات بدر أيضا كذلك ميليشيات بدر فكت الارتباط مع المجلس الأعلى والتحقت بتحالف المالكي لخوض الانتخابات التي جرت لمجالس المحافظات وأصبحت هذه الميليشيات لديها سطوة أمنية ولديها غطاء شرعي من قبل المالكي لديها تمويل مالي ولديها تمويل بالسلاح أيضا وكان يخطط لها لمسألة بعيدة المدى خصوصا وأنها قد شاركت في عمليات كثيرة نفذت في مناطق الأنبار في مناطق صلاح الدين في مناطق ديالة أيضا لذلك استخدمت هذه الميليشيات من قبل المالكي لتنفيذ أجندة خاصة بحكومة المالكي في تلك الفترة حتى وصلنا إلى مسألة عام 2014 اللي هي حزيران عندما انهارت ثلاثة فرق للجيش العراقي في مدينة الموصل هذه الفرق يضاف لها الشرطة المحلية يضاف عليها حماية النفط وما إلى ذلك من أمور وان سحبت أو هربت هذه القوات دون أن تواجه بضع مئات من تنظيم الدولة في تلك الفترة هذا الأمر انعكس على بقية المحافظات الأخرى وهذا ما يجعلنا نقول بأنه البناء الهش للقوات الأمنية جعل هذه القوات تدداعى أمام بضع مئات من تنظيم الدولة لأنه كانت هناك مؤامرة على الجيش العراقي شاركت فيها القوات المحتلة القوات المحتلة الأمريكية لا تريد بناء جيش قوي لأن بناء جيش قوي من العراق بمعنى خروج القوات المحتلة من العراق إيران أيضا لا تريد لهذا الجيش أن يعود إلى دائرة الموازين القوة في المنطقة وبالتالي كانت هناك ضغوطات إسرائيلية وضغوطات إيرانية كبيرة جدا على عدم بناء أي أجهزة أمنية يمكن أن تكون قوية في العراق وبالتالي انعكس هذا الأمر على ما جرى في مدينة الموصل يضاف إلى ذلك بأن حكومة المالكي وبعض القيادات الكردية أيضا ما كانت تريد للعراق أن يكون لديه جيش قوي لأن هذا الجيش قد يهدد مثل ما جرى في الاستفتاء عام 2017 الكثير من النزوات السياسية لبعض السياسيين العراقيين الذين يحاولون الانفصال في شمال العراق وكذلك بالنسبة للشيعة الذين يرون بأن هذا الجيش يمكن أن يشكل خطر عليهم في مرحلة متقدمة من البناء لذلك كان يجب أن يكون هذا الجيش ضعيف وهزيل وغير قادر ليس على الدفاع عن العراقيين وإنما غير قادر عن الدفاع عن نفسه أمام أي تهديد ممكن في تلك الفترة وهذا ما رأيناه واضحا في عام 2014 عندما انهارت هذه القوات الحكومية رغم أنه تم صرف المليارات على هذا الجيش ولكنها تركت أسلحة كثيرة جدا في مدينة الموصل وتركت الناس تواجه هذا المصير ليتم لسق مسألة الإرهاب بهذه المناطق لكي تستخدم القوة المفرطة من قبل المالكي ومن قبل إيران ومن قبل المخططين غيرهم في هذه المناطق لاستباحة هذه المناطق وتدميرها وهذا ما جرى بعد عام 2014 صدور فتوى الجهاد الكفائي في 13 حزيران صدرت فتوى الجهاد الكفائي من مرجعية السستاني بعد أن أصبح الخطر على تخوم مدينة بغداد وطلب من كل من يستطيع أن يحمل السلاح أن يتوجه لدعم القوات الأمنية ولمساعدة القوات الأمنية في فرض الأمن والاستقرار ومواجهة تنظيم الدولة ولكن الذي جرى لم يجري تنفيذ هذه الفتوى مثل ما صدرت وإنما تم استغلالها من قبل المالكي وتم استغلالها أيضا من قبل بعض السياسيين وتم استغلالها من قبل إيران لتوظف بتشكيل ميليشيات خارج سطوة الدولة الأمر الذي يتقاطع مع الدستور العراقي في الفقرة تاسعا التي تقول بأنه يحضر تشكيل أي ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة العراقية وهنا يكون السؤال كيف تم تشكيل هذه الميليشيات حتى أصبح الدستور يعلق على الشمعة عندما يراد استدعائه في أي قضية في مصلحة الميليشيات ومصلحة حكومة المالكية يتم استدعاء الدستور ولكن عندما لا يتم الاستفادة منه لا أحد يشير إليه في أي مناسبة سواء كانت في مسألة تشكيل قوات أو غيره وهذا من عكس حتى في مسألة التعامل المالكي مع صالح المطق الذي كان نائب رئيس وزراء وعندما منع من الدخول إلى رئاسة مجلس الوزراء من قبل المالكي تصور الاستفراد بالسلطة في تلك الفترة والحيمنة الكاملة لحزب الدعوة على مؤسسات الدولة العراقية وعلى مجريات القرار في العراق من المعروف بأنه البلدان دائما تتعرض إلى تهديدات أمنية فتكون أمام خيارات أمنية صعبة فتضطر إلى تشكيل الكثير من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الحالات الطائرة الطارئة ومنها احتمالات انهيار وحدات الجيش فتضطر لتشكيل جيوش رديفة أو جيوش نستطيع أن نقول احتياطية بعض الأمراض تستعين بالعشائر والبعض الآخر تستعين بالمؤسسات الموجودة القائمة في تلك الفترة مثل ما جرى في الحرب العراقية الإيرانية عندما تم تشكيل في وقتها جيش الشعبي ولكن هذا جيش الشعبي تم محله بعد أن انتهت الحرب العراقية الإيرانية بحيث انتهت الحاجة منه يضاف إلى ذلك بأن هذا الجيش عندما تم تشكيله لم يعمل بصورة منفردة كما جرى في الحجد الشعبي وإنما كان يعمل ضمن تحت سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة وكانوا الأفراد يمتثلون إلى الأوامر التي تصدر لهم من هذه القيادات ولكن تشكيل الحجد الشعبي لم يكن بهذه الكيفية وإنما تشكل الحجد الشعبي كقوة مرادفة لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية ولا يرتبط إلا بالقائد العام للقوات المسلحة وفي هذا إشكالية كبيرة جدا في مسألة القيادة والسيطرة في مسألة الهيكلية التنظيمية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية طبعا هذا الأمر لا يستغرب لأنه هو ليس الجهاز الوحيد الذي يعمل خارج هذه الوزارات وإنما هناك جهاز مكافحة الإرهاب أيضا يعمل خارج وزارة الدفاع وخارج وزارة الداخلية قيادة قوات بغداد أيضا تعمل خارج سيطرة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومن ضمنها نضافلها أيضا الحجد الشعبي الآن الذي يعمل أيضا خارج وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إذا كانت جميع هذه القوات لا تعمل ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية لماذا نأتي ونقوم بتشكيل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية اكتفوا بهذه التشكيلات وألغوا وزارة الدفاع والداخلية إذا كان الأمر هكذا إذا كانت الدول تدار بهذه العقلية وبهذه الكيفية أصبح العراق تدار من قبل مراكز متعددة وهذه المراكز لو كانت تتبع إلى جهة سياسية واحدة لسلمنا بهذا الأمر ولكن المشكلة بأنها تتبع إلى مرجعيات دينية تتبع إلى مرجعيات سياسية تتبع إلى مرجعيات دينية عابرة للحدود وهذه سببت إشكالية كبيرة جدا في العراق وفي إدارة الدولة العراقية التي فشلت منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا في بناء نظام سياسي ديمقراطي كما بشر به الاحتلال عندما جاء إلى العراق هناك ميليشيات تتبع إلى الولي الفقيه وهذه هي الأقوى من ناحية التسليح من ناحية التدريب من ناحية الطموح السياسي المستقبلي وهذا ما يجري الآن في العراق بأن هذه الميليشيات التي شكلت لمواجهة تنظيم الدولة أصبحت تطمح إلى السيطرة على حكم العراق وأصبحت تنافس على السلطة وعلى النفوذ في العراق وهذه كثيرة بحيث وصل عددها إلى أكثر من 40 ميليشيات ناهيك عن الميليشيات التي تشكلت في عام 2019-2020-2021 وسأتي إلى ذكرها في مرحلة لاحقة هناك ميليشيات تتبع مرجعية السستاني وهذه الميليشيات تعتمد على التوميل الحكومي وعلى الخمس الذي يقدم لها من العتبات وتشمل أيضا عدد من الألوية يتجاوز وصلها إلى أكثر من 17 ميليشيات أيضا هناك ميليشيات أخرى تتبع مرجعيات متعددة أو أخرى مثلا سرايا السلام أو اليوم الوعود أو جيش المهدي التي تعود إلى مقتدى الصدر هذه الميليشيات تتبع إلى مرجعية الصدر وتأتمر بإمرة الصدر يعني حتى عندما نتكلم اليوم أن الصدر سوف يحكم الصدر لديه ميليشية مثل ما الإطار التنسيقي لديهم ميليشيات متعددة وبالتالي سننتقل نحن من حكم الميليشيات في الإطار التنسيقي إلى حكم الميليشيات التي يقودها مقتدى الصدر في العراق يعني لا فرق بين الاثنين والدليل على هذا بأنه لو كانت هناك مؤسسات دولة لتم احتواء هذه الميليشيات ضمن المؤسسات الأمنية في الفترة الماضية وانتهت هذه المرجعيات ولكن نرى بأن هذه المرجعيات لها قانونها وهي تنفذ الاعتقالات ضد الكثير من الناشطين الآن في العراق بغض النظر عن مؤسسات الدولة بمن يتجاوز على مرجعية الصدر الآن بكلام يعني أو بغيره يتم اعتقاله ويتم العقوبة منه إضافة إلى ذلك بأن الحملة التي قامها بها الصدر لتطهير التيار الصدري من بعض الفاسدين في الفترة الماضية في مدينة النجف هي خير دليل على أن هذه الميليشيات تعمل وفق مرجعية دينية ولا تعمل ضمن مؤسسات الدولة العراقية هناك أيضا مرجعية كمال الحيدري اليعقوبي الحائري في إيران لديه ميليشيات أيضا تعمل في العراق وتعمل حسب هذه المرجع الشيرازي واجد واليطول في هذه القضية لأنه نحن أمام مرجعيات دينية متعددة تتقاطع فيما بينها في مسألة فساء الكثيرة يعني تخص العقيدة وفي مسألة الطموح السياسي والسلطة والنفوذ في العراق وبالتالي كل له مرجعيته في العراق هناك ميليشيات تعمل ميليشيات مسيحية القسم منها يعمل مع ميليشيات الحجد الشعبي الشيعي وبالتالي أيضا لدينا ميليشيات أصبحت مسيحية في هذا الجانب لدينا أيضا الحجد السني الحجد السني العداد مالته تجاوزت 48 ميليشية يعني وحسب المناطق في مناطق أهل السنة أصبحنا أمام جيوش متعددة تدار في العراق أصبحنا أمام مراكز قوى متعددة تدار لا تدار من قبل الدولة وإنما تدار من قبل هذه المرجعيات الدينية فيما يخص قانون الحجد الشعبي يعني أهم الملاحظات التي وردت في هذا القانون المادة تسعة من الدستور العراقي الفقر أولا يحضر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار قوات المسلحة والسؤال هنا كيف تم تشكيل هذه الميليشيات في عام 2014 علما بأنها موجودة بعد عام 2006 وموجودة عام 2011 وموجودة عام 2013 وقامت بعملية خطف لمهندسين بريطانيين في مدينة بابل ميليشيا العصائب اتهمت في تنفيذ هذه العملية ولم تكن هناك أي إجراءات حكمية ضد هذه الميليشيات بل كانت هذه الميليشيات من مماركة حكومة المالكة في تلك الفترة القانون يقول بأنه يجب فك ارتباط منتسبي هيئة الحجد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه طيب إذا لا يسمح العمل في صفوفه كيف تم فوز الأحزاب السياسية التابعة للميليشيات الحجد الشعبي في عام 2018 بحيث يصلون إلى أكثر من 34 مقعد في الانتخابات البرلمانية كيف يشاركون اليوم في الانتخابات عام 2021 ويتنافسون على السلطة في الدولة ويحضر عليهم القانون بأنهم يشاركون في العمل السياسي والعمل العسكري في آن واحد ويجب عليه أن يختار إما أن يعمل في العمل السياسي أو يعمل في العمل العسكري على أن يفك الارتباط خلال ثلاثة أشهر فقط لم ينفذ هذا القانون لأن القانون لا يصب في مصلحة الميليشيات طبعا المادة التاسعة أيضا تفصل في الفقراجيم لا يجوز للقوات المسلحة وأفرادها بضمنهم العسكريين عامل في وزارة الدفاع التفشيح في أي انتخابات لإشغال مناصب أو مراكز سياسية وهذا هو جزء من سبب الخلاف ما بين ميليشيات التابعة إلى العتبات المقدسة التي قالت بأننا شكلنا لمسألة مواجهة تنظيم الدولة وليس للعمل السياسي وليس للإستحواذ على مكاتب اقتصادية وما إلى ذلك من الأمور الأخرى تم إصدار قانون لتكييف الحجد الشعبي رقم 40 أيضا حمل رقم 91-22 شباط 2016 والذي حدد أن يكون الحجد مستقلا عن القوات المسلحة العراقية الحشد مستقل ما لشغل القوات هذا الأمر الديواني أهمل الهيكلية القيادية للحشد أهمل القدرات العسكرية التي يجب أن يتمتع بها الحشد مثلا تحديد الصنوف العاملة أنواع الأسلحة أدوار هذا الحشد واجباته جميع هذه الأسئلة لم يجب عليها وإنما تم إطلاقها للحشد الشعبي بحيث يتصرف كيف يشاه لم يشر إلى هذه القوات هل هي فدرالية أم هي قوات محلية أيضا عديدهم يعني الأعداد لم تحدد الآلية في نزع السلاح الثقيل أو بقائه معهم بعد انتهاء التهديدات من تنظيم الدولة أيضا لم تحدد في هذه القضية الفصائل التي تقاتل في سوريا فصائل عابرة للحدود تعمل في سوريا وهذه جزء من الميليشيات الموجودة الآن ضمن منظومة القوات المسلحة أو ضمن قانون الحشد الشعبي لم يتم تجريم هذه الميليشيات بل باركتها السلطة العراقية في زمن المالكي وفتحت مكاتب للتجنيد في جميع محافظات العراق وخاصة في البناتق الجنوبية التي كانت تعاني من الفقر ومن البطالة مما أجبر الكثير على الناس في التطوع لهذه الميليشيات لغرض الحصول على رواته فذهبوا للقتال في سوريا وهذه الميليشيات أيضا لم يتم تجريمها لا في السابق ولا الآن في مسألة جرائم وانتهاكات الحشد الشعبي في المعاركة التي جرت بعد عام 2014 يحفل سجل الحشد الشعبي بانتهاكات طرقة إلى تطهير عرقي وارتكاب جرائم حرب بحق المدر السنية التي تم استعادتها من تنظيم الدولة وهناك منظمات دولية مثل منظمة Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية تتهم بشكل مباشر الحشد الشعبي بارتكاب جرائم بين التعذيب وبين الاختفاء القصري وبين القتل والحرق ودفن المدنيين والأسرى وتنفيذ الاعدامات الميدانية وانتزاع الاعترافات بالقوة والاختصاب ونهب وتدمير البنى التحتية للمدن والبلدات والقيام بحرق ونصف الآلاف من المنازل والمحال التجارية والمساجد والمدارس وهذا التدوير المبرمج يرقى إلى جرائم حرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة يعني في مدينة بيجي تم تفكيك مصفى بيجي من قبل الميليشيات وتم نقله إلى إيران وإلى مناطق أخرى في شمال كردستان العراق وهذه يعرفها جميع بما فيها حكومة العبادي في تلك الفترة في مدينة بعقوبة في عام 2014 ارتكبت ميليشيات محسوبة على الحجد الشعبي جرائم كبيرة بحرق منازل وإتلاف حقول زراعية ومنع أبناء الطائفة السنية من العودة إلى منازلهم كما اتهم مؤتمر عشائر محافظة الديالة عناصر الحجد بتدمير مئة مسجد في عام 2014 في محافظة الديالة فقط في منطقة آمر لمحافظة صراح الدين قالت منظمة يوم الرئيس ووش في تقرير لها إن لديها ما يثبت إن ميليشيات الحجد الشعبي نهبت ممتلكات المدنيين الذين فروا من القتال وأحرقت منازلهم ومحالهم ودمرت على الأقل قريتين أو ثلاث عن بكرة أبيها مسح يعني تجريف لهذه المدن وهناك الآن العشرات من هذه القرى تم تجريفها بشكل كامل في تلك المناطق في معركة تكريت عام 2015 أكد المركز الوطني للعدالة وهو مركز غير حكومي إنه يملك أدلة موثوقة على إن هناك ثمانية آلاف منزل داخل تكريت تعربت للحرق وللنهب والسلب والتدمير ومنهمها بالعبوات الناسفة واتهم أحد مشايخ قبيلة البناصر في تكريت الحجد الشرعي بمنع أهالي تكريت من العودة إلى منازله بما فيها مدينة العوجة من عام 2014 وإلى يوم من هذا يسيطر عليها الحجد الشعبي ويرفض الخروج من هذه المدينة على غرار مدن أخرى كجرف الصخار ومدينة يثرب وعزيز بلد ومناطق أخرى أيضا في مناطق ديالة معركة الفلوجة في معركة الفلوجة عام 2016 اتهمت منظمة هيوم الرايس ووتش وعدة منظمات حقوقية الحجد الشعبي بارتكاب عدة جرائم من بين هذه الجرائم التعذيب والاختطاف والتغييب القصري والقتل خارج القانون وتدمير المنازل والغريب بأن حكومة حيدر العبادي تصر على أن الحجد الشعبي لم يشارك في تحرير مدينة الفلوجة يقول ما شارك الحجد الشعبي في مدينة الفلوجة كان على الأطراف طبعا وهذا يجاب في الحقيقة تماما لأنه الناس التي خرجت من مدينة الصقلاوية أكثر من 700 شخص من أهالي الصقلاوية تم تغييبهم إلى يومنا هذا وتم تسليهم من قبل قوات الجيش إلى ميليشيات الحجد الشعبي أو إلى ميليشيات بدر وحزب الله وإلى يومنا هذا لا يعرف أحد عن مصير هؤلاء تغييب قصري إضافة إلى ذلك مدينة الرزازة في الرمادي أيضا سنأتي إليها أيضا تم تغييب ما يقارب 3000 واحد في هذه السيطرة الرزازة ولا يعرف مصيرهم إلى الآن في مدينة الدور في مدينة الدور أكثر من 250 شخص بحيث الآن المغيبين من أهالي السنة في عمليات استعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة أصبحت أكثر من 18 ألف مغيب إلى حد هذه اللحظة لا يعرف مصيرهم في هذه المناطق هذه الإحصاءات الرسمية وهذه مدينة الموصل مدينة الموصل يعني تم تدمير هذه المدينة جانب العيمن تم تدمير البنى التحتية بشكل كامل أما إذا جئنا إلى المنظمات منظمة يوم الرئيس ووش اتهمت قوات الحجد الشعبي بهدم منازل العرب السنة في مدينة الموصل يلقى إلى جرام حرب تستدعي التحقيق الدولي وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرة لها أن قوات الحجد الشعبي دمرت ما يقارب 345 منزل في قرى غرب الموصل بعد استعادة السيطرة عليها من قبل التنظيم يعني مو أثناء المعارك تم السيطرة عليها وتم تدميرها طبعا واتهامات كثيرة يعني هاي تقارير منظمة العافة الدولية أيضا في 2016 تقليل منظمة أمانستي أيضا الحكومة العراقية تغض النظر عن الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لميليشيات الحجد الشعبي التي استهدفت بصورة رئيسية الآلاف من الرجال والصبيان من العرب السنة هو ذا كان قائل شرق الاتحادية يخرج في معركة الموصل ويقول سبس صواريخ دمرنا المناطق كلها إذن العملية هي عملية تجريف لهذه المدينة ليس عملية استعادة لهذه المدينة لأنه من يريد أن يقاتل من القوات الحكومية لاستعادة هذه المناطق كان يجب عليه أن يستخدم القتال في المدن القوات الحكومية يجب كان عليها أن تتدرب على كيفية استعادة هذه المدن لأن هذه جرام حقيقة لا تغطى بفترة زمنية قصيرة الحراك الشعبي الذي خرج في المدن الجنوبية خرج الحراك الشعبي بعد أن وصلت الأمور إلى مستويات لا تطاق من قبل هذه الميليشيات وسطوتها على هذه المحافظات التي تحولت إلى ريح لهذه الميليشيات وإلى أتباعهم وإلى أنصارهم في هذه المناطق إضافة إلى فقدان الخدمات إضافة إلى البطالة في تلك المناطق إضافة إلى الكثير من التفاصيل التي لا نستطيع أن نحصرها في هذه الجلسة من ضمنها فقدان الخدمات تقريبا بشكل شبه كامل في هذه المناطق مما خرجت هذه المناطق لتداعي بحقوقها حسب ما يكفلهم لهم الدستور ومع ذلك تم استخدام القوة المفرطة أكثر من 700 شهيد أكثر من 32 ألف جريح من المتظاهرين تم تشكيل الكثير من اللجان ولكن هذه اللجان حقيقة كان فيها تواضع كبير جدا ما بين السلطة القضائية وما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي كانت تقودها حكومة عادل عبد المهدي بالتواطع على هذه الجرائم والتستر عليها ولم يقدم أحد إلى المحاكمة إلى يومنا هذا آخر الجرائم التي تم تنفيذها يعني جريمة الفرحتية في بلد عندما تمت العصائب باختطاف ما يقارب 14 شخص من هذه المدينة وتم قتلهم بدم بارد ثم بعد ذلك يلقى جثثهم علما بأنه يقولون خرق أمني الخرق الأمني لا تحاسب عليه الناس التي لا تحمل سلاح لأن مناطق السنة في العراق تم تجريدها حتى من السكاكين لا يسمح لهم باقتناء أي سلاح للدفاع عن أنفسهم وعندما يكون هناك خرق في هذه المناطق سواء من قبل التنظيم أو من قبل جهات أخرى قد تنتمي أو تعود إلى إيران يتم استهداف هذه المناطق بهذه الطريقة وهذا ما جرى طوال الفترة الماضية فلذلك الفرحتية ثم انتقلنا من الفرحتية إلى جريمة الطارمية أيضا الطارمية على ضوء مقتل أحد آمريل الألوية في تلك المنطقة أيضا تم استهداف هذه المنطقة بالاعتقالات وتجريف البساتين ومساكن المزارع وما إلى ذلك من أمور بما فيها بحيرات الأسماك التي كانت في هذه المناطق خلال هذه الفترة تم تشكيل العديد من الميليشيات مثلا انضافتنا ميليشيا سرايا أصحاب الكهف عصبة الثائرين ثورة العشرين الثانية ميليشيا قوات ذو الفقار ميليشيا سرايا الدم أولياء الدم لواء ثار المهندس لواء قاسم الجبارين ميليشيا الغاشية ميليشيا أحرار كردستان ميليشيا ربع الله ميليشيا أحباب الله ميليشيا أهل الجداحة ميليشيا الزلم الخشنة وميليشيا الشايب يعني طوال يعني ما استفادية من هذه التجربة في عام 2019 و2020 تشكل هذه الميليشيات في العراق ويقول لك أن هناك دولة في العراق ليس هناك دولة هناك عصابات في العراق من يعمل في العراق تعمل هذه العصابات وأخيرا المقدادية جريمة المقدادية هذه الجريمة التي حدثت أمام أنظر الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق وقفت تتفرج على كيفية عملية حرق وتهجير المناطق في البقدادية يعني مسألة يندلها طيب إذا أنت غير قادر على أن الدفاع على النفس أنت على شنو بشكل قوات حكومية أنت جايتي تتفرج علي أنت زيان أنت حكومة الكاظمي حكومة الكاظمي شنو اللي سويت دزوا وزير الدفاع ودزوا الأمن القومي ودزوا هادي العامري ليتكلم مع هالي المنطقة في تلك المدينة اللي هي منطقة الهواشة تابعة ناحية المقدادية يتكلمون في مسألة أحد الشيوخ يقول لهم احنا من زمان يعني منطقة تعصى على دولة وإذا تأتي إلى عملية خطف ثلاثة من هذه المدينة طيب عندما تم الاختطاف لماذا لم تبلغوا أجهات الأمنية عندما ينصب لكم كمين من تنظيم الدولة لماذا تحاسب بقية المناطق على هذه القضية من يمسك زمان الأمور في هذه المناطق الذي يمسكها يمسكها تمسكها القوات الأمنية عندما يكون هناك خرق يجب أن يقدم المسؤولين عن هذا الخرق إلى الحساب وإلى المجال استحقيقية لا أن تأتون إلى المدنيين لتهجيرهم بهذه الطريقة ولأغرب بأنه تقف القوات الحكومية تتفرج ويقف السياسيين السنة الذين نحن يعني من قتلنا في جميع هذه المناطق وجميع هذه الارتكابات يتحملونها السنة المشاركين في العملية السياسية إذا أنت طاب للعملية السياسية وما قادر تحميني على شنو طاب أنت طاب لمصالح شخصية وإلا أنت لو طاب للدفاع عن الحقوق وعليك واجبات يجب أن يتأديها ما كان يحصل هذا الأمر حقيقة الموضوع ذو شجون وهذا الموضوع يطول أنا اختصرت كثير من الأوراق في عجالة شكراً لأستاذ حاتم الفلاحبي الباحث ينقذ رافدين الدراسات الاستراتيجية على أفلاؤه بورخته حول جرائم الميليشيات أو جرائم ميليشيات الحديث في العراف صراحتاً الموضوع غني فيه تفاصيل كثيرة لكننا ملزمون بوقت وألزمنا الأستاذ حاتم بوقت كذلك شكراً له وشكراً لسعد صدره وشكراً لكم وأنتم جميعاً نفتح الآن باب المداخلات لما لديه مداخل خلية الفضل مشكورة نبدأ من اليمين كثيراً سيادة العقيد بالتأكيد لديكم رؤية يمكن من خلالها الوصول لحل من أجل تفكيك هذه الميليشيات إضعاف سيطرتها على العراق بصفتكم العسكرية وبصفتكم كناشط في هذا المجال إذا سمحت نعم بداية دعني أقول بأنه المشكلة في القرار السياسي حكومات فاقدة لقرارها السياسي حكومات تنفذ أجندة خارجية ويضغط عليها من قبل هذه الميليشيات في الكثير من الملفات يعني لو رجعنا قليلاً إلى الخلف ونجد إلى الحوار السراتيجي الذي جرى مع الولايات المتحدة الأمريكية جرى بفعل قوة السلاح الخلية التي مسكت في الدورة والتي كانت بحوزتها صواريخ يمكن أن تطلق على مؤسسات حكومية أو على القوات الأمريكية التي جاءت حسب الاتفاق مع الحكومة العراقية أنا ذاك أيضاً تم أطلاق صراحاً بقوة السلاح من قبل هذه الميليشيات لأنه القرار الآن في العراق لهذه الميليشيات متى يصبح القرار؟ يصبح القرار عندما تكون هناك إرادة سياسية وعندما تكون هناك قوات عسكرية قادرة على تنفيذ هذه الإرادة نحن الآن في العراق نفتقد إلى هذا الأمر بشكل كبير جداً لذلك هو تستمر يعني مسألة تشكيل الحكومة عدنان الزرفي كلفة بتشكيل الحكومة أجبر على تقديم استقالته من قبل الميليشيات وتم تشكيلها من قبل الكاظمي بفعل قوة السلاح لهذه الميليشيات هذه الميليشيات لديها سطوة خلال هذه الفترة الماضية استطاعت أن تتغول في مؤسسات الدولة العراقية بشكل كبير جداً استطاعت أن تسيطر على مفاصل حساسة يعني تصور أنت الاغتيالات التي وصلت إلى اغتيال أربع ضباط مخابرات خلال هذه الفترة الماضية الأجهزة الأمنية غير قادرة يعني أنت تدخل يعني يأتي يتفرج على ما يجري المجريات ويقول لا أستطيع أن أستطيع أن أنقلكم من هذا المكان إلى مكان آخر فقط فهذا ما يجري في العراق تحية لحضرتك أستاذ حاتم على هذا الشرح المستفيد ولكن يعني أنا خرجت بخلاصة من كل الحديث الذي ذكرته والذي كثير من عندنا عرفه بأن الحلول مستعصية على معالجة موضوع الميليشيات والسلاح المنفلت في العراق وأن هناك إرادة ليست فقط في العراق إنما خارج العراق على بقاء هذه الميليشيات فاعلة عسكريا وحتى سياسيا لذلك أنا أتساءل في نفسي هذا الشرح رائع جدا لفهم ما يدور في العراق لكن ما هي الحلول أمام الشعب العراقي طبعا هو الطرف المقابل لكل هذه الفوضى هو الشعب العراقي الذي يتجرح هذه المآسي ما هو بيد الشعب العراقي أن يفعله للخلاص من هذه الميليشيات وجرائمها نعم بداية المؤسسات الدولة الآن مغيبة بشكل كامير الدولة مختطفة الآن من قبل هذه الميليشيات من يصنع القرار في العراق الآن هذه الميليشيات لاعب أساسي في عملية صنع القرار في الداخل العراقي هذا واحد المسألة الأخرى هناك تدخل خارجي هذا التدخل الخارجي واضح جدا تأثيراته في المشهد العراقي إيران ترى بأن العراقي الرئى الاقتصادية التي تتنفس منها الآن فلذلك هناك أمور كثيرة مربوطة بتدخلات خارجية ما لم يكن هناك حل حل لهذه الملفات سيبقى العراق فوضى كما هو عليه يضاف إلى ذلك الآن عندما تتكلم في حل بسيط تقول بأن هذه الفتوى صدرت من السستاني مرجعية السستاني ويجب أن تصدر فتوى أخرى لحل هذا الحشد وينتهي الأمر على اعتبار بأن الجميع يمتثل لهذه الإرادة ولكن هناك أصوات أخرى تقول بأن هذا الحشد لم يشكله السستاني وعنما تم تشكيله من قبل المالكي قبل أن تصدر فتوى السستاني وبالتالي هناك إشكال حقيقي في هذا السلاح هذا السلاح لا ينفذ إرادة عراقية وإنما ينفذ إرادة خارجية والدليل على هذا بأن الاتهامات التي وجهت للحشد الشعبي لم تنقذ لحد هذه اللحظة بأنه الضربات التي وجهت لشركة أرامكو السعودية الطائرات التي انطلقت من العراق فهناك إشكال حقيقي في مسألة مواجهة هذه الميجات يضاف إلى ذلك بأنه الضربات التي وجهت خلال الفترة الماضية إلى السفارة الأمريكية وإلى القنصلية مالتها في أربيل مع ذلك قالوا سنرد بإضافة إلى ذلك الاستفزازات التي حصلت في منطقة الخليج العربي جميع هذه ترتبط بملف الإيراني في المنطقة التغول الإيراني في المنطقة الملف النووي الإيراني ما يمكن أن ينجم تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة هذه الإشكالات كلها ستؤثر سلبا وإجابا على الوضع العراقي فلذلك أنا أقول بأنه أولا الدولة ضعيفة غير قادرة على أن تأخذ بزمان من الأمور لمواجهة هذه الميليشيات وإلا ما وصلنا لهذه النتيجة يضاف إلى ذلك تعقيدات الملف العراقي ستكون أحد الأسباب في استمرار الفوضى الموجودة في العراق الآن شكرا جزيلا سيداتي سادتي لحضوركم هذه المحاضرة وشكرا لأستاذ حاتم على سعة صدره وما قدمه من معلومات قيمة نلتقيكم في حلقات ومحاضرات وندوات قادمة ومرحبا بكم مرة أخرى شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة